غرير العسل بيعتبر من اقصر الحيوانات الغير قابلة للهزيمة حتى انه مسجل في منصوعة جينيس كاشجع حيوان عدواني في العالم وفي كل مرة بيهاجموا اي حيوان مفترس بيقدر ينجوا من الهجوم بكل سهولة غرير العسل ده فجأة لقى نفسه محاصر واستتالت فهود حتى انهم بدوا يعضوا بفكوهم من كل اللي تجهت ولكن كل عضاتهم ما كانتش فرقة معه اطلاقا وده لان غرير العسل جلده سميك جدا المهم ان غرير العسل مش بس قدر يخلص نفسه من فكهم لأ وبدأ يهاجمهم كمان بكل شجاعة وفضل يهاجم فيهم باستمرار لغاية ما كلهم جريوا من قدامه وخافوا منه ومشي وهو بيتمختر ومنتصر بعد ما تخلص من هجومهم بكل سهولة